طلاب الصف السابع أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة العلوم العامة إن شاء الله اليوم رح نتحدث أنا إياكم عن الدرس الأخير بالكتاب لكن رح ناخد منه جزء مش كله اليوم بحكم إنه شوي طويل رح ناخد عن موضوع سبب وأخذناه بصفوف سابقة أخذناه بالصف الخامس للي مذكر معاي مرأ معانا بالصف الخامس عن الطقس وعن الحالة الجوية وطلبنا منكم وقتها جيبونا نشرة جوية وعندنا نحلل فيها وأقولكم المذيعة شو حكت وشو الأشياء اللي ذكرتها كانت تقول رياح مثلا شمالية شرقية كانت تقول درجة الحرارة العظمى والصغرى لغدا والبعد غد كانت تحكي اتجاه الرياح وين سرعة الرياح مثلا قديش قديش الرطوبة قديش الضغط الجوي كل هاي شغلات كانت تذكرها المذيعة بالنشرة الجوية طبعا إحنا لما خللناها توصلنا إنه في عندي عناصر مهمة لازم يذكرها المذيعة خلال نشرة الجوية في إعطاؤه لحالة الطقس لما بديوصف حالة الطقس اللي هي يفترض وصف لحالة اللي بتكون لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أيام فقط هاي عناصر الطقس اللي بتم شرحها خلال النشرة الجوية إحنا رح ناخد منها ثلاث عناصر مهمة اللي هي درجة الحرارة الرياح والضغط الجوي اليوم رح نتحدث عن ثلاث عناصر رئيسية في الطقس اللي بيوصفونا إياه بالنشرة الجوية اللي هو زي ما أنتوا شايفين درجة الحرارة الرياح والضغط الجوي بداية رح نبلش نتحدث مع بعض عن درجة الحرارة وكل أياتنا منعرف أنه درجات الحرارة مش في كل مناطق المملكة هي ثابتة ولا هي في كل الأماكن نفس درجة الحرارة بتلاحظوا بالنشر جوية بقولك درجة الحرارة في عمان في المناطق الوسطى في المناطق الشمالية في المناطق الجنوبية كل منطقة بنحكي عن مستوى الأردن يعني كل منطقة درجة حرارتها مختلفة عن الثانية فإحنا على سبيل المثال رح ناخد عنا بالرسم الموجودة عنا في صفحة 131 اللي هي الشكل 6 إلى 17 تغير في درجات الحرارة بين منطقتين معروفات عنا بفرق الحرارة بينهم اللي هي منطقة الغور الصافي ومنطقة عجلون رح نلاحظ كل أياتنا أنه في عنا جدول طالب منا نشوف الحرارة العظمى اللي هي أقصى نقطة وصلت لها اللي هي التمثيل البياني والحرارة الصغرى اللي هي أقل نقطة أنا وصلتها في التمثيل البياني فمثلا جبال عجلون إذا بدي أجل الحرارة العظمى لجبال عجلون اللي هي القمة دائما هون إذا بنركز عليها مظبوط فهي تقريبا بتساوي عندي إذا رح نمدها رح تساوي عندي تقريبا 22 درجة مئوية أما غور الصافي فالدرجة الحرارة العظمى عنده تقريبا هي 30 درجة مئوية زي ما أنتوا شايفين في عندي اختلاف في درجة الحرارة السبب في اختلاف درجة الحرارة هسا رح نيجي ونحكي شو هو طبعا التنتين على نفس الوقت أنا خلت اللي هي وقت 12 الظهر رح أجل الحرارة الصغرى في منطقة برضو غور الصافي الحرارة الصغرى في منطقة غور الصافي هي تقريبا منها نحكي 13 هاي الرسم البياني بدي أجي لدرجة الحرارة الصغرى درجة الحرارة الصغرى في غور الصافي تقريبا نحكي اللي هي 22 درجة مئوية أما في عجلون فدرجة الحرارة الصغرى طبعا هتلاحظوا أنه هذا الطرف اللي بدأه هو نازل أكتر من هذا الطرف عشان هيك أنا ما جيت هون إذا بنحط مصطرة ونقيس رح تلاحظوا أنه درجات الحرارة هون عندي بالبداية متدنية أكثر من النهاية عشان هيك أنا بأخذ الصغرى عندها لو كانت اللي هون درجات متدنية أكثر بأخذ درجات الحرارة الصغرى بهاي المنطقة لكن بما أنها هي متدنية أكثر فرح أجي عندها رح أشوف أنه درجة الحرارة الصغرى في جبال عجلون هي أنقص من الـ 15 تقريبا بشوين نحكي 14 أو 13 درجة مئوية هذا الحكي كان عند السادسة صباحا إذن درجات الحرارة بهذه المنطقتين بيختلفوا سواء كانت درجة حرارة عظمى أو درجة حرارة صغرى السبب في اختلاف درجات الحرارة هو اللي هو بنحكي اختلاف الارتفاع عن سطح البحر دائما الاختلاف عن سطح البحر اختلاف المسافات عن سطح البحر الابتعاد يعني المسافة بيعمل لي اختلاف في درجات الحرارة في كل هاتنا بنعرف كل ما اتجهنا للأعلى يعني إذا إحنا بنحكي عن مستوى الأردن كل ما اتجهنا العجلون إربت جرش المناطق الشمالية اللي هي مرتفعة جدا رح تقل عندي درجة الحرارة بينما كل ما اتجهت باتجاه الغور يعني انخفضت لمستوى سطح البحر كل ما رح تزيد عندي درجة الحرارة إذن أنا بقدر أحكي العلاقة ما بين درجة الحرارة والارتفاع عن سطح البحر هي علاقة عكسية أنا كل ما زاد عندي الارتفاع عن سطح البحر رح تقل عندي الحرارة زاد الارتفاع عن سطح البحر كل ما ارتفعت لأعلى رح تقل عندي درجة الحرارة بينما كل ما اقتربت من سطح البحر رح ترتفع عندي درجات الحرارة إذن العلاقة عكسية ما بين درجة الحرارة والارتفاع عن سطح البحر هذا كان أول عامل بحالة الطقس لما بدي أحكي عن العامل الثاني أو إحدى عناصر الطقس الرئيسية اللي هو الضغط الجوي عشان نفهم شو هو الضغط الجوي إحنا في الفصل الأول أخذنا تعريف الضغط وحكينا الضغط هو القوة المؤثرة في وحدة المساحة تذكروا لما حكينا مثال هاي عندي أنا سطح الأرض وبيدي أحاول أني أضغط عليه بقدم أو بصاق واحدة زي ما أنتوا شايفين فهون أنا عندي إجري ضغطة على سطح الأرض بالمساحة فقط هاي اللي أنا ضغطة فيها إذن عندي قوة اللي هي إجري ضغطة على سطح الأرض اللي هي عن مساحة معينة وحكينا أنه أنا إذا بدي أضغط بالإجريتين تمام توزعت عندي القوة على الإجريتين توزعت عن مساحتين فبالتالي اختلف عندي مقدار الضغط اللي هي القوة اللي بأثر فيها على الأرض كمان يا شباب بهمني تعرفوا لما بحكي أنا هذا تعريف الضغط العادي اللي هو عبارة عن القوة اللي بأثر فيها على وحدة المساحة هذا الضغط العادي يعني أنا ممكن أجي أضغط بأصبعي زي ما أنتوا شايفين هيك على الصفحة القوة اللي أنا دعست فيها أو ضغطت فيها على الصفحة بحكي إنه أنا عندي قوة أثرت فيها بأصبعي على مساحة معينة من الصفحة إذن هذا ضغط كمان الهواء وهو موجود على سطح الأرض الهواء هو عبارة عن إحدى حالات المادة زي ما أنتم تذكرين إحنا أخذنا حالات المادة هي عبارة عن حالة صلبة سائلة غازية فالهواء الجوي هو عبارة عن حالة غازية إذن هو مادة إذن هو عبارة عن إشي إله وزن إشي إله قوة بيقدر يأثر بقوة على سطح الأرض بما أنه هو إحدى حالات المادة فالهواء الجوي اللي عندي الملامس لسطح الأرض بيأثر بقوة على سطح الأرض بما أنه إحدى حالات المادة الهواء مادة تمام إلها وزنها إلها قوتها بما إن هي عبارة عن إشي ملموس إذن الهواء بيأثر بقوة على سطح الأرض بيأثر بقوة على سطح الأرض لكن هو بيأثر بقوة على سطح الأرض وهاي القوة بتمتد معاي لطبقات الغلاف الجوي. هلأ إذن نيجي للهواء الجوي. طلعوا عليه هو مثله على شكل عمود من الهواء فالهواء هو عبارة على شكل عمود هو إلو قوة هو إلو وزن بيأثر فيه على الأرض. إذن الهواء هي الهواء الملامس لسطح الأرض تمام؟ بيأثر لي بقوة على سطح الأرض هاي القوة بتنتد من سطح الأرض وحتى نهاية الغلاف الجوي طبعا بتكون زي ما احنا شايفين بالرسمة عمودية هذا الضغط الجوي اللي بيأثر لي يا شباب على سطح الأرض بتأثر عندي بعاملين رئيسيين رح نتحدث عنهم اللي هو العامل الأول زي ما انتوا شايفين الارتفاع والانخفاض عن سطح البحر وبرضو عندي اللي هو العامل التاني الحرارة لكن قبل ما أبلش أحكي شوي عن العوامل اللي بتأثر على الضغط الجوي بدي أركز معاكم على تعريف الضغط الجوي اللي حكيناه هلا اللي هو عبارة عن عمود الهواء اللي رسمناه قلنا هي عندي عمود الهواء هذا عمود الهواء بما أنه الهواء مادة إذن الها وزن إذن هي عبارة عن وزن عمود الهواء اللي بيمتد عندي من سطح الأرض إلى نهاية الغلاف الجوي بيكون بشكل زي ما انتوا شايفين بشكل عمودي على سطح الأرض بيأثرلي على المساحة اللي هي سطح الأرض هناك عدة أمثلة على الضغط الجوي بيقولك هون في صفحة 132 تفسر العديد من الظواهر بناء على الضغط الجوي فمثلا يعد الضغط الجوي المسبب لارتفاع السائل في مصة أو محقن يعني زي ما أنتوا شايفين الطالب عندي هون لما بيحاول أنه يسحب العصير عن طريق اللي هي المصة أو عن طريق اللي هي الشلمونة إحنا بنحكي لها لما هو بيسحب الهواء اللي داخل المصصة هو بيقلل من الضغط الجوي ليه هو سحب كل الهواء بطل الهواء داخل المصصة إلى وزن تمام هو سحب كل الهواء فبطل داخل الشلمونة أو داخل المصة في عندي هواء بطل إلى وزن إذن عندي قلل ضغط الجوي سحب كل الهواء قلل عندي الضغط الجوي بهمني تعرفوا أنه دائما الضغط الجوي رح ناخدها بالعامل الثالث بانتقل دائما اللي هو بسبب حركة المادة من منطقة الضغط العالي لمنطقة الضغط المنخفض يعني أنا صار عندي هون جوا اللي هي المنصة ضغط منخفض قليل هون عندي ضغط جدا قليل وبره الضغط الجوي هون على السائل من هون يعني على العصير من بره من هون في ضغط جوي نازل بهاي الطريقة لأنه فيه هواء حواليه تمام فالهواء ضغط لي على اللي هو العصير والمصاصة من الداخل اللي هي الهواء الجوي فيها سحبته أنا فقللت ضغط جوي فصار عندي العصير رح ينتقل منطقة الضغط العالي لمنطقة الضغط المنخفض يعني رح يجبر العصير ينتقل لي من العصير نفسه إلى داخل الشلموني بما أنه بر العصير تمام ضغط عالي من الهواء وداخل المصة ضغط منخفض فرح يجبر عندي العصير على الانتقال داخل المصة فهاي هي إحدى مثلا التطبيقات على الضغط الجوي كذلك الأمر بالنسبة له اللي هي الإبرة تمام اللي هي إحنا المكبس المحقن اللي إحنا منستخدم ونحكي عنه بلغة عامة اللي هو الإبرة تمام لما إحنا منسحب الإبرة للأعلى فإحنا منسحب كل الهواء اللي بداخلها فقللنا الضغط الجوي صار الضغط الجوي بره أعلى أو على السائل نفسه أعلى فرح يجبر للسائل على الانتقال إلى المنطقة ذات الضغط المنخفض اللي هو داخل وين داخل عنا المحقن هاي هي أمثلة جدا بسيطة على موضوع الضغط الجوي هلأ بنا نشوف كيف الارتفاع والانخفاض عن سطح البحر بأثرلي في الضغط الجوي إذن جينا على الصورة الموجودة عندي صفحة 134 اللي هي أول عامل الارتفاع والانخفاض عن مستوى سطح البحر في عندي هون رجال واقف في منطقة قريبة من سطح البحر واحد واقف على جبل شوي ارتفع عن سطح البحر واحد عندي وقف عندي على مرتفع عالي جدا تمام هلأ أنا هون ارتفعت عن سطح البحر هذا وهو واقف هون الرجال في النقطة نحكي ألف كان الهوى ضاغط بعامود إلى وزن وقوة أكثر ليش لأنه طلعوا طول العامود أعلى إحنا اتفقنا وزن عامود الهوى من مستوى سطح البحر أو من سطح الأرض إلى طبقات الغلاف الجوي هو لموقف عن منطقة كتير منخفضة صار ضغط الهوى عليه كتير عالي يعني عامود الهوى هنا كتير أطول فبالتالي الضغط عليه ماله أعلى إذن كلما هو قل للمسافة يعني نزل عند مستوى سطح البحر بده يزيد الضغط الجوي لما بلش شيء يرتفع ارتفع على مسافة أعلى يعني هو هون طلع عن مستوى سطح البحر شوي وزن عامود الهوى زي ما إنتوا شايفين قصر بما أنه قصر يعني قل الضغط عليه إذن كلما ارتفعت عن مستوى سطح البحر أنا عندي قاعد عن بيقل الضغط الجوي شو السبب؟ لأنه طول عامود الهوى قاعد عن بيقل لاحظوا هنا الطول أعلى هنا الطول قصر وأكتر إشي هنا طول عمود الهواء صار أقصر إشي صار عمود الهواء أقصر إشي إذن الضغط قل أنا ارتفعت عن مستوى سطح البحر الضغط قل إذا لو إيجاك هذا السؤال بالامتحان علل زي ما أنتوا شايفين يقل الضغط الجوي كلما ارتفعنا عن سطح البحر إلى الأعلى هاي عندي عم بيقل الضغط الجوي بدي أحكي لأنه طول عمود الهواء زي ما أنتوا شايفين هون كان طويل هون قصر هون قصر اكتر طول عمود الهواء قعد ماله عم بيقل كل ما ارتفعت عن سطح البحر فبالتالي عم بيقل وزن هذا العمود وعم بيقل ضغطه هو هون كان عمود كتير طويل فضغطه عالي عمود هون قل طوله شوي اذا قل ضغطه ووزنه هون العمود قصر كتير فاذا قل ضغطه وقل وزنه فانا كل ما ارتفعت عن سطح البحر قاعد عندي عم بيقل الضغط الجوي هذا اول عامل عندي عم على موضوع الضغط الجوي لكن العامل الثاني اللي بيأثر على الضغط الجوي اللي هو الحرارة كل ما زادت عندي درجة الحرارة في منطقة معينة رح يقل عندي اللي هي الضغط الجوي كيف بدنا ننتقل مع بعض نحكي هذا الحكي بالجزء الثاني إن شاء الله من هذا الدرس إذن إحنا شرحنا أول عامل بتعتمد عليه اللي هي درجة الحرارة عفوا الارتفاع والانخفاض عن مستوى سطح البحر والعامل الثاني الحرارة أو خلينا نشرح الحرارة بشكل سريع الحرارة إذا بدي أذكركم بمعلومة جدا بسيطة أخدناها إحنا أخدناها فصل أول ورجعنا أخدناها بالوحدة الثانية لما بلاشنا نحكي عن أثر الحرارة في المواد وهي رح أرجع أعيدها هلأ عندكم هلأ أنا لما بحكي عندي الحرارة بترتفع عندي درجة الحرارة في منطقة ما لما بترتفع عندي درجة الحرارة ارتفعت عندي درجة الحرارة تمام هلأ اللي بصير لما بترتفع درجة الحرارة جزيئات المادة إحنا حكينا بتتباعد عن بعضها البعض لما بتتباعد بتتمدد قعد الجزيئات بتتباعد ليش لأنه إحنا حكينا الحرارة بتخلي جزيئات المادة تقلق قوة التماسك بينها فبتبعد شوية عن بعضها البعض فبالتالي لما بترتفع درجة الحرارة في منطقة ما الهواء اللي هو بحالي غازية يبعدوا عن بعض البعض لما بتبعد الجزيئات عن بعض البعض يعني بقل عندي طراص هاي الجزيئات اللي هو مصطلح اخر لمعنى الكثافة رح تقل عندي قل الطراص بين جزيئات المادة اذا قلت عندي الكثافة فبالتالي رح يطلع هذا الهواء الى الاعلى فبصير وزن عمود الهواء اقل ليش الكثافة قلت تبعدت الجزيئات عن بعض لما بتتبعد الجزيئات عن بعض يعني خفت عندي اللي هي وزن الهواء لما بيخف وزن الهواء يعني بيخف وبيقل وزن عمود الهواء بيصير عندي أقل إذن قل عندي الضغط الجوي إذن العلاقة برضو عكسية كل ما زادت درجة الحرارة الضغط عندي بيضي يقل كل ما زادت عندي درجة الحرارة للهواء الملامس لسطح الأرض بدها يتقل عندي الضغط الجوي شو السبب؟ لو حكينا ما هو سبب أنه أنا كل ما بترتفع عندي درجة الحرارة بيضي يقل الضغط الجوي يعني لو يجاك عند هاي الفقرة عند ارتفاع درجة الحرارة في منطقة ما رح يقل عندي ضغط الجوي في هاي المنطقة السبب انه لما بسخن الهواء الملامس لهاي المنطقة رح تتمدد وتتباعد جزيئاته يعني اصبحت الكثافة اقل صارت كثافته قليلة تباعدت الجزيئات عن بعض البعض يعني خف وزنه هذا عمود الهواء او الهواء الملامس في سطح الارض رح يخف الوزن بما انه خف الوزن وزن هذا العمود اللي هو الضغط يعني خف الوزن يعني خف عندي الضغط الجوي فبالتالي العلاقة فيما بينهم علاقة عكسية اذا يا شباب احنا بهذا الجزء شرحنا عندنا اللي هي عناصر الطقس عندنا خلصنا درجة الحرارة وخلصنا موضوع الضغط الجوي بظل عندي عنصر اخر وهو الرياح اذا شرحنا عن درجة الحرارة شرحنا كيف بتتأثر المناطق بدرجة الحرارة تبع الاختلاف عن سطح البحر وحكينا علاقتها عكسية عرفنا الضغط اللي احنا قريدي ما اخدينه ربطناه بالضغط الجوي اللي هو وزن عمود الهواء على سطح الارض وحكينا شو العوامل اللي بتعتمد عليها الضغط الجوي اللي هم عاملين عامل الارتفاع والانخفاض عن سطح البحر والعلاقة عكسية انا كلما ارتفعت للأعلى زي ما انتو شايفين هون كلما ارتفعت للأعلى قاعد عم بيقل الضغط الجوي والحرارة برضو علاقته فيها عكسية كلما زادت الحرارة بدي قل عندي الضغط برجع بكرر كلمة ضغط جوي قل عندي ضغط جوي يعني قل عندي وزن عمود الهواء قل طوله قل وزنه خف وزنه اذا قل عندي الضغط الجوي بس معلومة اخيرة انو الضغط الجوي عندي لو ايجاك السؤال ما هي الاجلزة المستخدمة في قياس الضغط الجوي عندي ما يسمى الباروميتر الفلزي وعندي الباروميتر الزئبق الباروميتر الزئبق من اسمه إذن المادة اللي جواته اللي بتتقيس للضغط الجوي هي الزئبق والباروميتر الفلزي هو يعتمد على وجود مؤشر بداخله بإيس للضغط الجوي هيك إحنا منكون شرحنا عاملين بظل عندي عامل ثالث رح نشرح عنه الجزء الفيديو الجاي إن شاء الله اللي هي الرياح دمتم سالمين